كيف سالات دوري اليوم سوف نجد طبلة تفطور بسيطة و خفيفة سالات دوري سالات دوري سالات دوري سالات دوري بطرق مختلفة سالات دوري سادات دوري سلوطة سوالات دوري سلوطة سوالات دوري يجب أن يكون لديك كل شيء ممتع لها أول شيء جديد يمكن أن نقوم بها في الصلاة الدوري الكورجة صغيرة ونقليها في زيتون ونملحها للمائيس الأولي سوف أعطي الطن، فرمج، فتا، موزاريلا، طماطيش، ريو ماري ونقوم بيض ونقوم بميوناز سوف نقوم بكثير من الناس ونقوم بكثير من الناس ونقوم بكثير من الناس ونقوم بكثير من الناس اليوم سوف تكون بسيطة بمكونات الموجودة في المنزل ثم سوف نقوم بكثير من الماء لنشمخ بشعري كل يوم شعري كما تكون جبدأ شعري شخصا الآن من الماتعة اليوم أني سوف نغلي كليل الجبل اغرير و��ةه وظرير اغرير اخة اخ وقالها له منž Pi ما ليس نسميها بالهدرات على بلادي أزرير أزرير ومعاها القرنفل نغليهم حتى تولي هذا الماء يستعمل يتصل ونجعله أن يبردهم بعد ذلك brackets 반� 사람�خراج سوف يطب worked with her البنات اللي عندها الصدافية البنات اللي شعرهم يطيح مليح بزاف بالصحي يعني للآمانة ضروري نقول لكم باللي قالوا لي باللي ازري ايه ازري هذا يعني اكليب دايما فيه يعني كتر الشو بيه شعركم يقدر يسبب الشيب انا صراحة نو مدر لي حتى حاجة من هاد صوالح اللي رهم يقولوا عليهم يعني تجربتي معه كانت ايجابية البنات وملي رانين تستعملوا ملي راح شعري كي العادة دايما ندير القردون بسك نحب على العادات والعوايد راني نخمم نوجه دار رمضان مع لباليش واش نشري واش نقضي مازال ما رحلش دار هاذي صغيره شاش ان شاء الله يا ربين رحل قبل رمضان دوش او موالو بخير منيج وقت ع رمضان نقضي نوريلكم واش قضيت قضيان مواكل كده بالطبع الفيديو اللي دومنده هولي دارح البنات تعال ملابس تعال البنات اللي داري الخمار اللي عمرها ما بين 12 سنة و16 سنة راني وجدت لكم يعني اصوالح ان شاء الله بربي اذا كفاني اليوم الوقت راني يعني نروح نصوره ونجره لكم راني مشغولة كما راكم تشوفوا البنات والمسئوليات تع الدار ما يخلاصوش والمسئوليات تع برة ثاني ما يخلاصوش يعني يدوب واحد يقدر يدير مسئولياته يحليل انسا اللي سكنين في الدار يعني اللي ما يخدموش ثاني عندهم مسئوليات كبيرة سخطول عندهم دو تخوا غاس فرانشمان سي ديفيسيل يعني واحد ما يلزمش ينكر انه احتل للناس اللي سكنين اللي قاعدين في الديار نسا هذوك يعني عندهم فعلا مسئوليات كبيرة للأسف المجتمع تعالى ما يقدرش هاد صوالح وما يفهمش وكان ضعف يعني في الفهم كما قلت لكم البنات انا راني نقطع يعني طرف طرف الكورجات هذي نكملها كامل بسكو شاريت كيلو ونص ودرتو نسوب انا ندير بزاف ليسوب والليت بسكو نحب جادو جنرالمان ليسوب تاعي صن كخيمة توجو نزيدهم امتيت يعني كوياع او دو كوياع تاع كخيم فخش السوك الخراني اللي درتها كانت بالكورجات الكورجات شوية وحدها صامتة بسكو على بالكم باللي الكورجات ماشي وحدة وحدة بانسور ندير دوتخو لليجوم معها مجنرالمو يعني جس لليجوم يعني لالكورجات ولا البطاطة ولا ساديبون الطماطيش هذي كلا سوب يعني اللي نحب طعم يطغى هذي كي الخضراء اللي نزيدها بزاف وكي معل بلكم انا مانيش دائرة قناة طبخة بصحواني نشارك معاكم برد قريت انا يا الطبخة بصحواني نشارك معاكم برد قريت انا يا طبخة بصحواني دايننج في الطاليان خدمت 6 شهور في مطعم بعد تلقي خدمة بزاف صعيبة بزاف صعيبة وروتين كي تخدمي في ريستورنو اخطكش تعاودي نفس الماكلات صوف اذا كنتي انت يا لغونت شاف دونك داري سوالحك وحدك من خلاص حبست وقعت نطيبة غرف الدار نجا ضغطيات نحب الكوزينة في رمضان انشاء الله هنسي بربي انشاء الله هنوري لكم يعني ماكلتي وكذا نبدأ وكما قلت لي البارحة اومي واحدة من الناس صديقاتي تاع القناة قلت لي نبدأ بقاء الولايات تاع الجزائر ومبعد نروح في الانسور والله غير حق دا كنا نحن دلو أول منو تاع رمضان بربي انشاء الله اللي ما شافوش لايف تاعي تاع البارح راني قلت لكم راني نخمم باش ندير ونسوك دو پوصان بوراك بالكروفات سوس томات وندير معهم اون سالات هكا تاع دي فريد مر ولا تاع قرنة يعني مع الباليش اون بلوس دو سا راني نخمم ندير يعني تاع جين تاعنا تاع السيبيا بالحشي بالروز ولكروفات كاين بزاف على بالفد زايد كاين يحشوه تاني بالفيون داشي مانا نحن نقدر نديرها مكين طيب يعني سوال حادو نحب نخلي ليجيوم ليجيوم نحب نخلي لحم الحم الحوت حوت وحبث نقول لكم بارك حاجة واحد مشي شرط يعني يطيب كما يشوف الناس يطيبه يقدر يفتح مجال للإداع انا صحي البيانسوغ يجب يكون عندك لاباز باش تعرفي تخدمي وتدوزني اه بيانسوغ الماكلة تقدري تنوعي فيها وتختارعي وتضيفي اللمسة ديالك ولكن القابطو نون بسكو القابطو يلزم سيخطو فلابطات ولا يجب تعرفي باش تخرج لك بيان بيان بسكو تقدري تنقصي حاجة يخرج لك عجب دوتو تفاصل قتلكم اني رايح ندير رايح ندير رايح ندير رايح ندير رايح ندير العوايد 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 في رمضان نديرو انه الشربة في المجمل يعني شربة حريرة ديسو كادومة شربة بيضة يديروهم يكفونا يومين باش ما يعودوهم شيال الاحسن انك تدريها نهار واحد ولكن انا ندير سوب ديكواسان يومين لانك شربة يومين باش ندير الهار الأول والدزيام كيف حوت وبيانسيو انا بغيت مطيبة الحوت بغيت مطيبة الحوت انا ما ما يخطينيش طارجين الحلو في رمضان البنات هذي كما لكم تشوفوا فيهم قطعتهم هكذا كما لكم تشوفوا فيهم مربعات صغيرة نقليهم في الزيت زيتون ونبدأوا نقطعوا الحاجات الاخرين يلا الروز سيغلي وعلى غرضه ودرت زيتون تسخن ودرت معاها هذا حباثين فقط باش تتلقى شوية البنات معا يعني الكورجات على بلكم باللي الكورجات جاي صامطة شوية وبعد بانسيو نملحها شوية غير تسخن الزيت شوية انا نحط الكورجات قبل ما نرجع لكم للصالة الدوري راني رايح نوريلكم انا الماء هذك اللي نرشوف شعري اللي بالنسبة لي بزاف مهم هذا هو اكلي الجبل ولا ازرير اكم تعارفوه الغماغن معروف الجزائر نحطه في الماء وهذا الخطران انا هندير القرنفل القرنفل عنده بزاف الايجابيات للجدرة على الشعر يحارب القشرة يطول الشعر الناس اللي عندها تساقط الشعر الكثيف يقدر يعاون تحرضوا بالكم إذا عندكم الحساسية إذي توافوسكو يحرق في الشعر انا ندير له هكذا الزيادة ريحته اصلا بنينه انا نحب ريحت القرنفل الله الله مع المقراطي ايش يخرج البنات غير شوية ماشي بزاف سينو يقول لي قاسح يعطي يعطي بنا كين وجدوا الغرس ديالنا تماراكم تشوفوا ما تبانش سينو ذو كنا اديها تغلي ونوريها لكم روزة ديالي مازال مطعبتش وهاهي راني درتها تغلي حتتك حال باش نحيها صدقوني باللي انا بالنسبة لي لقيت عليها نتيجة مليحة بزاف ومشيفة يحاكي ماماء الاروز هذك اللي رشوه في الشعر بزاف 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 هايلا صدقوني الاروز ديالي اوجد انا هنا عندي غير الاروز البسمتي هذك هو الشريط حبيت نوريلكم الحبة كيفاش جاوم زربعين انا نطيبه بالطريقة الايطالية واللي هي نغليه كما الباستا جربت الطرق الصينية والطرق الطريقة المصرية والعربية فاشلة فيهم الصراحة ونخيارت الطريقة الايطالية ولا اللي نطيبه بها تعبكري انا زمان تعنا الاروز انا حقيقة مانيش من محبين الاروز بزاف انا نحب يعني العجاجنت وعنا الكوسكوس التريدة الشخشوخة هذا السوالح نحب الكثير من الاروز انا نحبه الكثير من الاروز نأكله في صلاة دوري او نأكله مثلا مكلاة على الهنودة الاروز على الشناوة والجابون يأتي معجن الاروز على العرب يأتي من زربع و الهنودة يأتي من زربع نحب ثاني المندي الماكلة على اليمن ميسا دايبون المتبوس هذاك وقعته على العرب ما نحبه بزاف ما نقربش عليكم كما رأيكم تشوفوا فيه درت قوجة درت كبيرة قوجة منها نخلي الاروز يبرد شوية بس كما نقدرش نحط له الموزاريلا والاروز راح سخون علىه بسبب الدوب اما الفتا فعادي اول حاجه هذا هو الطن الذي سنستعمله في الكورجيت الطيب نقطع الطماطيش هذه هي الفتا والموزاريلا انا لا نضع الموزاريلا لنزال الاروز سخون حتى يبرد لان الموزاريلا بطبيعتها يبرد اذا اردتوا هذا الفرماج اول حاجه نقطع الفرماج هذا الفتا نفتحه ونقطعه ونمتعيني على الكورجة الساعة ثانية تنحق نقطعه نقطعه على بي بلي ماشي بنين كما الفتا هذا قلت علي لباني نقطعه نقطعه يبسي من المشي بنينه كما الفتا ونطرقه وطرقه كما قلوا هذا ما الا كل واحد يطيب بها صح صحية الفتا شوفوا ما عنده مينة على الفتا الحقيقية وكما قلت لكم هذا ما الا هذا الإنسان يجب أن يتعلم و يستعمل الحاضر و يجب أن يكون طيب و يجب أن يكون كائن الفتة الأجنبية هذا ما أجدت؟ على طريق الحاجة الأولى الشريطان إن شاء الله برك تجيبني نينم على بالي سنة و تشوفهم نذوق و نقول لكم تخرج معها على صلاة دوري عادي ما نشي الفتة الحقيقية هذه ما نعلم بالفتة الحقيقية ما نعلم بالفتة الحقيقية على الحقا نقول لكم بالليلة صلاة دوري ماشي شرطة تديروها غير بطن تقدرو تديروها بلكروفات تقدروها بلفروفات ماء تقدروك هذا يختار لكن هذه الألترنتيف ماشي الكلاسيك صلاة دوري طوائم ما يديروها شببطن يديروها بالصلاة متاح هم اللي رابطن خنزير كل واحد كيف يتبايعه فهمتوني هناك الأصل فصل نستخدم المربعة صغيرة كما لكم تشوفون و نضيفها الداخل و نضرب على الكورجت لديها ما زال شوية الكورجت لا يتحمرت تقريبا نحبها تكون كثير لكن نحبها كذائبة يجب عليها تتحمر و تشغل تولي كثير كثير حمرت معها الكثير من الأبنانة كانت كثير من ملعبة أحد أخرين في الدار نحن نضيف الزيتون الأكحل نضيف الفرماج نضيفه مع دوطف السلاد و مليح لرجم هذا الفرماج نقطع الطماطيش و الطماطيش نضيفه مع البيض انا احب الكثير من البيض مع الصلاة الدوري يقولوا لي انتم اذا تديروه معاهم او لا 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 طول عمرين نديرها بالبيض في دارنا الصلاة الدوري دايما ولا من ذاك ما يديروش بصح يديرو بزاف يعني يصوالح الكورنيشونغ يعني انا الامكانيات اللي روهم عندي اقلال بزاف بصح نقول لكم ندير بالحاضر متنساوش باللي هاد صوالح يسمنو وانا راني احبه ندير ريجيم ريحت اكليل الجبل مع القرم في الفدار ريحته بنينو 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 مليح للشعر بزاف نقطعوه نكملو البيض هنا راح غير الفرماج والبيض نقص عليها ونخليها حتى تتلق بالتعاف وتبرد بيانسيو باش نحطها شوفوا كيف شولا تغبرت هذه هي التزانة تاعي نخليها تزيد تتلق شوية ونطف عليها وهذه هما لكورجاتكم تشوفوا كيف ستتحمر إذا تتحمر بهذه الطريقة ونخلطها على صلاة دوري عاود خسلت هذا باش نكمل مقطع لليجوم ديالي دورك نروحو للطوماطيش هنا نستعمل زوج طوماطيشات قطعوه صغار ونخلطوه مع صلاة ديالي نقطعوه صغار هذا نقطعوه صغار هذا نقطعوه صغار هذا نقطعوه صغار هذا بهاذا طريقاتو لبنات حبيتنا اقولكم تاني على الماسك تاع الدار الماسك تاع الدار للوجه ملاح بزاف والناس اللي عندهم الحبوب جربوا تستعملو الديرما رولر الديرما رولر هي هذوك اللي باري صغار اللي يتباعو باش نديروهم في وجهنا كي يكون عندنا بلاصة فيها الحب نحكوه هكذا نديروها بصحر دوبالكم يجب تكون معاقبة وتكونوا سا تستعملوا مثلا دي بخود في ملاح ديكلام ملاح ايتوسا وبعد تحركوها بطريقة بسيطة مش حتى تجرحوا وجهكم بسكوهذاك يعطي إحاء للجسم باللي للعقل مشي للجسم عفون باللي صررنا جرح في وجهنا وهكا يفرز نوع من الهيرمون يساعدنا على التخلص من حب الشباب الديرما رولر بالزاف ملاحة جربوها بنات انا عندي الديرما بانو الديرما رولر إذا راكم مهتمين ندير لكم كاشنهار فيديو مخصص لهذا الزوج نشرح لكم عليهم ونوري لكم كيفاش الطريقة الاستعمال ديالهم الديرما رولر ماشي غالية بزاف بسحيل يجب تشروه حاجة تعدوا بانو كاليتي باش ما تهردوش وجهكم بعد ذلك نخلطها مع الباقية على صلاة دوري ديالي ان شاء الله تجبنينا بس كفريمون عندي والو في الدار باش نديرها واني حابة ندير الرجيم قولتنا أكلها مثلا غير هكذا بلا والو ندير لها لا زيتون لا ولا ديجطن صح في غير كون صفيه واني بديت نقطع طماطيش كبيرة ننسي نقطعها كيف صغيرة ونخلطها مع الطماطيش الأخرى سيغي زادك سيبا نميم غوة طماطيش صغيرة وطماطيش الكبيرة يعني اللي لا يعرفش وراحة القرنفر يتعبق في الدار هذه هي لسالة دوري ديالي ما عنديش نرسيبيون بلو هدا وشكاين هذا مايلا كما نقولو ركما عارفين ما زلت في داري انا نسي نحرك فيها بالعقل باش ما يخرجوا ديجا ما يخرجوا سوالح من اللي كوتي وميكي ما راكم تشوفو خرجة بنينة وصحية هذي ديجا هكذا بلا ما تزيدو لها لا مايونيز لا زيت زيتون لا فينيغرات ديجا بنينة وننكمل ادخلات هاد الاسالة دوري واروحو نروحو نوجدو نايدة الفطور ديالي يالله سوف نختم الفيديو سوف نرى لكم وش الطابلة تعال الغداء وشنه هي السوبة هذي هي تعال الكورجات هذا هو البلا اللي بقى اللي راني رايحة نسير به من بعد ومبعدتك الخبز شوية بيانسير وهذا مبون طباسة باش نسير به ومبعد هذلك البلا سوف نرى سوف نرى سوف نرى سوف نرى سوف نرى ونرى